ربنا بلغ سيدنا سليمان بأن الشياطين هي اللي بتعلم الناس السحر فسيدنا سليمان أخذ كتبهم ودفنها ولما توفه قدت الشياطين واستخرجت الكتب اللي دفنها وقالوا للناس أنهم أخذوا الكتب دي من سيدنا سليمان فبكده طلعت إشاعة بين الناس أن سليمان ساحر وأنه سحر القن بسحره لكن ربنا سبحانه وتعالى برأ سليمان وقال واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وفي الوقت ده الشياطين فضل يوسسوا للناس ويخلهم يمينوا لتعلم السحر وناس كتير للأسف باعت نفسها لهم وفضل الحال ده لغاية وقت الإسلام وفي الوقت ده سحر كتير ماتوا راح تكتبهم معهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبيقات والمبيقات يعني المهلكات قلنا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله ثم السحر ولكن للأسف في سحر فضلوا مستمرين على حالهم وزاد الموضوع أكتر لما ظهر كتاب شمس المعارف وده هيكون موضوع قصتنا النهاردة بس قبل ما نبدأ صلى لمحمد وذكر الله ولما كنتش لسه عملت سبسكرايب واشتراك للقناة اعمل اشتراك من الزرار الأحمر لتحت الفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لناس كتير ويلا بينا شمس المعارف هو كتاب محدش عارف مين مؤلفه بالزر والكتاب ظهر أول مرة في القرون الوسطى باسم شمس المعارف ولطائف العوارف ويقال أن الكتاب ألفه الكاتب الجزائر الصوفي أحمد بن علي البوني ولكن ما فيش إثبات قوي على أن هو اللي مؤلفه وأن الكتاب الطبع أو النسخة اللي موجودة حاليا محرفة ومعدلة وهي مكونة من خمسمية سبعة وسبعين صفحة واللي أصدرت النسخة دي هي مكتبة بيروت الشعبية باسم شمس المعارف الكبرى وده كان في سنة ألف تسعمية خمسة وتمانين وطبعا الكتاب ده محرم في الإسلام حتى أن الكنيسة البابوية في أوروبا كانت بتحكم بالحرق على أي حد مارس السحر وانا عامل الفيديو ده عشان غرضي أني حذركم منه ومش من الكتاب ده بس ده من أي كتاب يخص السحر فلو شفتوه أو سمعتو عنه في أي مكان ابعدوا وما تقروش منه أي حاجة مهما حصل أكيد سألتوا نفسكم وقلتوا طالما الكتاب معدل يبقى أكيد في نسخة أصلية أيوة بالزبط كده كتاب شمس المعارف الأصلي كان مكون من ألفين صفحة تقريبا ولكنه تحرقوا ما تبقاش منه غر مئات الصفحات ومحدش عارف هم راحوا فين بالزبط حتى مؤلف الكتاب الأصلي محدش عارفوا ورجحوا العلماء الزمان بأن الكاتب الحقيقي جمع المعلومات من حاجات هو اكتسبها وتعلمها لكن وقتها ما كانوش عارفين المصدر أو هو اكتسبها منين بالزبط والصحرة وصفوا كتاب شمس المعارف بأنه من أقوى كتب السحر والتنجيل وأنه الكنز الضائع لأنه تقال فيه كلام ما تقلش قبل كده في أي كتاب تاني ففيه علماء توصلوا بأن المكتوب في الكتاب محتمل أن يكون الكاتب مش هو اللي مألفه وهو كتبه بس لكن صاحب الكلام نفسه هم الشياطين أو الجن ودول كانوا على تواصل بالكاتب ده وكمان الإمام الكسير قال أن الجن هم اللي علموا الإنس فالأساس الأول لجميع كتب السحر هم شياطين الجن والدليل على كده قول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والنسخة الحديثة من الكتاب كانت من جمع وتحقيق صوفي لبناني اسمه عبدالقادر الحسين الأدهام الطرابلسي وده اللي عاد صياغة الكتاب وكمان ضاف علف سلطاني متعلقة بالتنجيم والتلاصم وفي الفترة دي ناس كتير يديقت لأنه حرام أصلا فاتمنع الكتاب من أنه يتباع لغاية ما جات نسخة بعيدة عن الأصل شوية فدي كانت نسخة معدلة لكن مهما كان برضو الكتاب محرم على المسلم أنه يقرأه أو يبيعه أو يشتراه في وقت كده ناس كان عندها فضول تعرف المكتوب في كتاب شمس المعارف ده عبارة عن إيه وهل فعلا القصص اللي بتتقال عن الكتاب حقيقة؟ يعني اللي بيقرأ الكتاب ده بيلبسه جن فعلا؟ أيوه أي حد بيقرأ الكتاب أو حتى شوية صغيرين بيظهر له الجن لأن الكتاب يعلم السحر والشعوزة وتحضير مرضة الجن وصرفهم وده عن طريق عزائم أو كلام مش مفهوم والكلام ده بيحتوي على أسماء الجن والكلام نفسه عبارة عن علم أو زان الحروف العددي واللي هو مقابلة الحروف العربية العادية برقم عددي خاص بيها يعني الكلمة هتبقى مكونة من أرقام معينة أو خليط بين الاثنين والأسلوب ده بيستخدم في التنجيم والكتاب كمان في طلاسم أو أشكال هندسية ورموز مختلفة وكل ده لما بيتربط مع بعض بطريقة معينة بيحضر الجن الغريب إن الكتاب ده متجمع فيه آيات قرآنية محرفة ومكتوبة بطريقتهم اللي بيقرأ الكتاب ده إنه كتاب حلو وفيه بركة كده وده لأن الصحر بيحرفوا النصوص الشرعية أو الإسلامية ويستخدموها في السحر الأسود والعياذ بالله فاللي مكتوب في الكتاب يؤدي للشعوزة وتحضير الجن وفيه وصفات خطيرة جدا والعلماء قالوا إن الكتاب مخلوط فيه أدعية وأذكار بأسماء الله وفيه علوم غريبة ملهاش مصدر أو مش مفهومة بمعنى صح ففي كل الأحوال الكتاب ده محرم شرعا وإنك لو قرأت أي حاجة تخص السحر فانت كده أشركت وكفرت بالله والناس اللي بتدور على تعليم استحرد والناس باعوا نفسهم لحاجة تضرهم وربنا سبحانه وتعالى وصفهم وقال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ومتخليش الفضول يستحبك إنك تقرأ الكتاب ده أو أي كتاب شبهه لأن على كلام العلماء إنك ممكن تقرأ ولو حتى جملة صغيرة فتحضر جن ويكون خطر عليك وما تعرفش تصرفه ووقتها حياتك هتدهور إلى الأبد وكمان هيترتب عليك أز نفسي وعقلي وفيه سوال ما حيرني هم لي نسبوا الكتاب لأحمد بن علي البوني ومين هو الكاتب ده أصلا وهو في الحقيقة كاتب صوفي جزائري وعاش في القرون الوسطى وتحديدا في زمن الحروب الصليبية وكان عنده خبرات غريبة وتوصف بأنه شخصية غنضة وكان منعزل عن الناس وما تجوزش وسافر الأندلس والقدس والحجاز ومصر والعراق وقال في كتاباته إنه لقى ورق أو برديات قديمة متعلقة بالسحر والأسرار وفي سنة 2010 الجزائريين عملوا ملتقى وناقشوا فيه شخصية أحمد بن علي البوني وقالوا نزاد عزاله لما لقى البرديات المتعلقة بالسحر وفترة من الزمن ظهر مجموعة من الناس بإنشروا تعليم السحر وكانوا عايزين يقنعوا الناس بإن كتاب شمس المعارف هو اكتاب روحاني مفقوش أي ضرر والناس دول في البداية راحوا للجهلين أو اللي مش متعلمين بمانا صح وللأسف دول تصدقوهم بسهولة فالعبرة إنك ما تصدقش حد يقول لك يقرأ كذا أو قرب مش هتخسر حاجة يعني فيوعد تصدقوا لإنك وقتها تخسر حياتك ودينك فانفع نفسك بحاجة ترضي ربك وعرف إن السحر من الكفر وبس وكده كون قصتنا النهاردة انتهت أتمنى إنها تعجبكم لو ما كنتش لست عمل سبسكرايب أو اشتراك للقناة اعمل اشتراك من وزارة اللحمة لتحت الفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد واعمل لايك وشير وولي رايك بالكومنت عشان ده فعلا بيساعد وتابعونا لإستجرام عشان توصلكوا لأخبار أول بول السلام اشتركوا في القناة